اهلا بكم مشاهدين على هذه الحلقة من الجهات الأربع من واشنطن في هذا الحلقة نناقش مع ضيوفنا محورا رئيسيا يتعلق بالاستراتيجية الأمريكية لمواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة في ظل تطورات كثيرة سواء في العراق أو في سوريا ملف أقليم كردستان العراق بعد أحداث كاركوك واستعادة قوات العراقية هناك السيطرة عليها في ظل اتهامات من قبل القيادين الأكراد من قبل رئيس الأقليم وقيادة الأقليم لإيران بالانخراط مباشرة في هذه المعركة أيضا في ظل تطورات في سوريا بعد إعلان قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكيا السيطرة على مدينة الرقة السؤال دائما عن اليوم التالي عن المرحلة التالية في ظل تعقيدات إقليمية ودولية مرتبطة أساسا بالتحالفات المتعلقة بإيران تركيا روسيا في مواجهة أيضا التعاون الأمريكي السعودي إذن ملفات عديدة متشابكة نناقشها اليوم في هذه الحلقة مع ضيوفنا وأرحب بهم هنا في السيديو أرحب بسيد ديريك تشولي أهلا بك نائب مدير مؤسسة جرم مارشل في واشنطن مساعد وزير الدفاع الأمريكي سابقا لشؤون الأمن القومي أرحب أيضا بالسيد دانيال بنائيم كبير الباحثين في مركز تقدم الأمريكي مستشار نائب رئيس الأمريكي السابق أرحب الدكتور حسن بنائم لأهلا بك الباحث في معهد الشرق الأوسط في واشنطن ننتظر أن ينضم إلينا في وقت لاحق من عمان السيد عريب رنتاوي المدير العام لمركز القدس للدراسات السياسية والاستراتيجية وأبدأ معكم ضيوفي هنا سيد ديريك تشولي هل نشهد ملامح بعدما أعلن رئيس ترامب استراتيجية حازمة كما وصفها ضد إيران هل نشهد ملامح أساسية أو شهدنا خلال هذا الأسبوع ملامح لهذه الاستراتيجية تحديدا فيما يتعلق بغدع النفوذ الإقليمي لإيران وفق تعبير أحد وزير الدفاع الأمريكي لا أعتقد أننا نرى استراتيجية جديدة والكثير من الشركاء الأوروبيين بأمريكا يسألون عن هذه الاستراتيجية وما ستكون عليه تكلم الرئيس عن مقاربته الجديدة حيال إيران في خطابه وركز طبعا على الاتفاق النووي مع إيران ودفع بالكثير من القرارات إلى الكونغرس الأمريكي بمعنى أن الكونغرس عليه أن يتصرف بمواجهة المخاوف التي أشير إليها على لسان الرئيس وعبر الكونغرس حول إذا ما كانت إيران تحترم الاتفاق وروح الاتفاق وكذلك حول تصرف إيران الذي يقلق أمريكا هناك الكثير من الأحبار بأن هناك كلام عن استراتيجية جديدة وأعتقد أن الشركاء الأوروبيين وشركاء أمريكا في الشرق الأوسط يعتقدون أنه يجدر أن تفعل أمريكا المزيد لمواجهة إيران ولكن حتى الآن ليس هناك من مقاربة جديدة رأوها في الولايات المتحدة الأمريكية بما يتعلق مثلاً بالوجود العسكري في الخليج ربما ليس على أي حال هناك استراتيجية شاملة لا أعتقد أن الإدارة الجديدة لديها استراتيجية جديدة يعرفون إلى حد ما الذي يريدون أن يفعلوه مع الاتفاق النووي في الواقع لا يريدون هذا الاتفاق ولكن حول مواجهة إيران فيما يختص بتصرفاتها نعم لنستمع إلى تعليق أو موقف الجنرال جوزيف فوتيل قائد قيادة الأمريكية الوسطى متحدثاً عن موضوع النفوذ الإيراني في المنطقة والحاجة الأمريكية إلى مواجهته بتعاون مع الحلفاء أن مكافحة التدخلات الخارجية التي ترغب بتقويض جهودنا وجهود حلفائنا المحليين باتت أمراً معقداً في سوريا وبالخصوص ممارسات إيران المختلفة والتي توجب علينا وعلى قوات التحالف أن نغير من أساليبنا أن رغبة إيران المعلنة في تأسيس محور طهران بيروت من خلال زيادة نفوذها العسكري والسياسي في مناطق مثل سوريا واليمن والعراق وأماكن أخرى تثير قلق شركائنا من الدول العربية في المنطقة في ظل هذا التهديد نحن نعمل بمساعدة شركائنا على تطبيق خطة لمعالجة هذا السلوك الخبيث سواء كان داخل المنطقة أو خارجها وأنقل هذه النقطة لدكتور حسن من نيمني هنا في الستيديو الباحث في معاد الشرق الأوسط في واشنطن دكتور من نيمني إلى أي مدى في تقديرك حلفاء واشنطن في المنطقة هم معها على الخط ذاته في بلورة استراتيجية ضد النفوذ الإيراني ردود الفعل المباشرة على كلمة الرئيس الأمريكي هي التي تشير إلى ذلك خلال فترة وجيزة بعد أن ألقى الكلمة سمعت أيضا من تل أبيب من أبوظبي ومن الرياض وواقع الأمر بأن هذا هو مجموع الشركاء والحلفاء المحليين الذين أبدوا استعدادا واضحا وقطعيا في هذا الصدق هذه المواقف المعلنة كان واضح أنهم يرغبون في التحجيم النفوذ الإيراني لكن ربما أطرح السؤال بطريقة دقيقة متعلقة بمدى الاستعداد للانخراط هل لديهم أو قدمت لهم برأيك واشنطن تصورا واضحا لكيف سنعمل هي سياسة تتشكل فيما هي تنفذ ليس هناك خطة واضحة ليس هناك رؤية طويلة الأمد لكيفية الوصول إلى الهدف ولكن الجديد في كلام ترامب هو بأنه خرج عن إطار إفطيرات حسن النية إيرانيا الذي كان قائما في زمن أوباما في زمن أوباما إيران نظر إليها على أنها قوة مطوقة والمطوقة لابد له من أن يدافع عن نفسه وبالتالي الكثير من تصرفات إيران كانت تفهم على أنها طبيعية فلنحاول احتواء ذلك من خلال بعض الفطفضة بعض الإتاحة المجال لإيران كي تتمكن من التنفس أما الموقف الرسمي اليوم هو أن إيران سوف تستفيد من كل فرصة للتنفس كي تزيد من النفوذ والتغلغل والتدخل وبالتالي لابد من إعادة التطويق إذن الكلام هو كلام من حيث المبدأ وليس من حيث الفعل والتأييد هو تأييد من حيث المبدأ وليس على المستوى العملي لأننا نخارج ذلك ليس هناك خطة واضحة اليوم هي تتشكل فيما التصعيد يظهر نقل المسألة إلى الكونغرس هو لكسب الوقت بقدر ما هو كذلك لدفع الحلفاء الأوروبيين تحديدا إلى محاولة إيجاد صيغة توفيقية سيد دانيال بن أييم كيف تنظر عمليا إلى احتمالات أن تتبلور عمليا خطة الرئيس ترامب ضمن سياسة واضحة نقاط محددة بالتنصيق مع الحلفاء في المنطقة لتطبيق سياسات واضحة ومحددة في مواجهة النفوذ الإيراني في هذه الفترة إلى حين تصير مهلة الكونغرس على شفير النهاية أعتقد أن الأمر يتعلق بالوقت بطار تطوير الاستراتيجية أعتقد أن المشكلة هي عندما ننظر إلى المنطقة هناك عدة مشاكل عسكرية معقدة في أكثر من دولة ولا يمكن لأمريكا ولا الحلفاء أو لم تعمل أمريكا ولا الحلفاء على تغيير الظروف على الأرض في أي من هذه الدول وبالتالي هناك بعض الخطوات التاكتية وهناك تغير في الكلام ولكن ليس هناك من تحول في توازن القوة نعم توازن القوة في المنطقة يعني عمليا من قادر على تحويلها هل واشنطن الآن في موقع نفوذ يمكنها من تحويل ميزان القوة لمصلحة حلفائها في المنطقة في مواجهة ما يطلقاه خصومها خصوم السياسة الأمريكية من دعم روسي إيراني وربما تركي سؤال جيد جدا لا أعتقد أنه من الممكن في الوقت ذاته أن نغير من توازن القوة وأن نخفف من استثمارنا ووجودنا ولكن هناك إمكانيات للولايات المتحدة الأمريكية لو أرادت أن تكون موجودة في بعض الأماكن عندها يمكن أن تغير التوازن القوى إلى حد ما ليس بشكل كامل على سبيل المثال نحن نحاول أن نستمر في العمل مع الحكومة العراقية وكنا هناك في الأسبوع الماضي كذلك المملكة العربية السعودية تحاول أن تصل إلى دعم لها لدى الشيعة والسنة في العراق ولكن الأمر ليس بالسهل نعم أرحب من عمان مجددا بالسيد عريب الرنتاوي انضم إلينا الآن أهلا بك مدير مركز القدس للدرسات السياسية دعنا نستمع معنا سيد الرنتاوي قد أسألك إلى تصريحات أيضا لسيد مايك بومبيو مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية طبعا نتحدث هنا عن الملف الإيراني عما إذا كان تم توجه لبرورة استراتيجية واضحة لردع إيران وهو التعبير الذي استخدمه وزير الدفاع الأمريكي نستمع إلى هذا التصريح في شأن تأثير الاتفاق النووي ثم نستكمل النقاش الاتفاق منحنا هامشا من الرقابة على البرنامج النووي لكن الإيرانيين تمكنوا في مناسبات عدة من تمثيل تهديد مستمر من خلال جهودهم السرية لتطوير برنامجهم النووي ونحن غير قادرين على التأكد من المعلومات الاستخباراتية حول مدى السواريخ والمكونات النووية والرئيس أعطانا الموارد اللازمة لتحقيق ذلك سيد عريب رتاوي هل ترى خيطا أساسيا رابطا ما بين التوجه لإعادة النظر في الاتفاق النووي مع إيران طبعا الأسبوع الماضي كيف أن الرئيس لم يلغي الاتفاق ولكن في الوقت ذاته لم يعطي دعمه أو تأكيده لالتزامه من قبل إيران في الوقت ذاته حديث عن استراتيجية لردع إيران إقليميا إلى أي مدى الأمور متوازية في خط واحد وهل ستتبلور قريبا برأيك يعني هي كلمة السر واضحة في هذا المجال مزيد من التصعيد أو ربما رفع مستوى التصعيد مع إيران إلى درجة قد تكون غير مسبوقة في هذا المجال هو لم ينزل إلى قعر الهاوية هو اكتفى بالوقوف على حافة الهاوية عندما قال في الاتفاق ربما ما لم يقوله مالك في الخمر كما يقال ولكنه لم يلغي هذا الاتفاق وأحال ملف الحرس الثوري إلى وزارة الخزانة كما أحال ملف النووي إلى الكونغرس في هذا المجال لكن في الحقيقة نحن منذ الحملات الانتخابية وبالذات بعد استلام ترامب جعينا لغة تصعيدية غير مسبوقة حيال إيران لن يصل الأمر إلى مستوى كسر خطوط حمراء كثيرة في هذا المجال أعتقد أستبعد شخصيا انسحاب واشنطن من النووي بعد الموقف الدولي الواضح في هذه المسألة وأستبعد أكثر مواجهة مباشرة بين إيران والولايات المتحدة ما نخشى في هذه المنطقة من لهجة التصعيد الأمريكية الجديدة أنها هو تجديد ربما العنف في مناطق حروب الوكالة سواء في العراق أو في سوريا أو ربما في لبنان الذي يتمتع الآن بتوازنات واتفاقات وتفاهمات هشة قد تنهر عند أول منعطف كذلك الحال بالنسبة لبعض البؤر الساخنة الأخرى حروب الوكالة هي أكثر ما نخشى في هذا المجال هل الولايات المتحدة مستعدة وجاهزة وجمعت قواها من أجل خوض هذه الحروب ليس هناك أي مؤشرات على الإطلاق في هذا المجال ربما بمحظو الصدفة أن اندلاع الأزمة الكردية العربية الأزمة بين بغداد وأربيل بالتزامن مع إعلان الاستراتيجية الأمريكية الجديدة لكن انظر من كان اللاعب الرئيسي في إدارة هذه الأزمة وفي حلها واحتوائها حتى الآن ولصالح من من لعب دورا رئيسا في إحباط مسعى برزاني الاستقلال على سبيل المثال وفي فرض واقع قوي يعني في شمال العراق هو إيران وليس الولايات المتحدة برغم صداقتها القريبة لبرزاني والإقليم الكردي وبرغم علاقتها القوية مع بغداد في هذا المجال رأينا قاسم سليماني في السليمانية يدير السفقة التي أفضت إلى عودة الجيش والحجد الشعبي إلى كل المناطق المتنازعة عليها رأينا تراجعا في المشروع الكردي ربما إلى ما قبل يعني عام 2003 بكل ما تعني هذه الكلمة رأينا دورا حاسما لإيران بينما الولايات المتحدة التي تعهدت بوقف التمدد الإيراني تقف متفرجة في هذا الموضوع وأخفقت كل محاولات مكورك يعني قبل الاستفتاء لإيجاد صيغة ما استغلت واشنطن كل نفوذة على الطرفين ولم تفلح جاء سليماني وتقدم الحجد الشعبي والجيش العراقي وحسمت إيران المعركة بشكل أو بآخر والآن يعني صاحب اليد العليا في الإقليم لا أعتقد أنهم أصدقاء الولايات المتحدة وأعتقد أن أصدقاء الولايات المتحدة في الإقليم يواجهون ظرفا صعبا للغاية الآن وأعتقد أن إيران ربما تلعب أدوارا أكثر حضورا في الملف الكردي والملف العربي الكردي في القادمات الأيام هذه عينة ولكن سمت من يربط ما حصل سيد رنتاوي بأن واشنطن أيضا في تلك المنطقة وهذا ما سنناقشه بعض الفاصل أيضا لها أيضا قوات أمريكية موجودة جنود أمريكيين موجودين في تلك المنطقة بين أربيل وكاركوك وربما كان أي تدخل عسكري ربما يعني توسع دائرة المعركة ربما إلى حرب لا تبقى في سياقها العربية الكردية أو العراقية مع أربيل نتابع هذا النقاش بعد هذا الفاصل في شأن هذه النقطة واشنطن بين دعم العبادي ونفوذ سليماني تابعونا بعد قبل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة 5 4 3 2 تابع مشاهدين هذه الحلقة من الجهات الأربع من واشنطن والمزيد في شأن الاستراتيجية الأمريكية في مواجهة النفوذ الإيراني طبعا ما حصل في كاركوك كان جزءا أساسيا يستحوذ على النقاش في شأن إمكانات واشنطن في مواجهة هذا النفوذ لإيران عبر الحرس الثوري الإيراني الذي اتهم من قبل قيادات كردية بأنه قاض عملية عودة القوات العراقية إلى كاركوك لنستمع إلى هذا التصريح لمستشار الأمن القومي الأمريكي ماكماستر وتحدثا عن الحرس الثوري نحن بحاجة إلى استراتيجية مع حلفائنا وشركائنا للتعامل مع الحرس الثوري الإيراني الذي هو عبارة عن شبكة إرهابية منخيرطة في جملة من الأنشطة غير القانونية للدفع قدما بأجندة نظام الإيراني ما هي عناصر هذه الاستراتيجية؟ أولا يجب علينا فهم المشكلة أي إزاحة الستار لكشف ما تفعله إيران في المنطقة حتى يشاهد العالم ذلك واجعلها تدفع من سمعتها ثمن أنشطتها المتعلقة بأعمال العنف ونستكمل النقاش سيد ديريك شولي يعني انطلاقا من هذا التصريح عن كشف ما تفعله إيران في المنطقة يعني ثم تمن يقول أنه من الواضح ما تفعله إيران عبر الحرس الثوري عبر دعم المجموعات التي تدعمها في لبنان أو سوريا أو اليمن وما إلى ذلك لما في تقديرك يعني لم تتبلور بعد مسألة ألية المواجهة الميدانية إن صح التعبير ثم تمن يتحدث هنا عن حرب الوكالة وقد ذكرها السيد الرنتاوي قبل قليل هل في تقديرك من الممكن أن تفكر واشنطن في دعم مجموعات محلية لمواجهة المجموعات الداعمة لإيران نعم وإلى حد ما أعتقد أن واشنطن كانت تفعل ذلك منذ سنوات منذ إدارة الرئيس أوباما ووصولا إلى إدارة الرئيس ترامب ولكن النقاش هذا يظهر توترا فيما يتعلق بمقاربة الرئيس ترامب حيال إيران نعرف ما لا يحب مثلا الاتفاق النووي ويريد سياسة أمريكية أكثر صرامة حيال إيران ولكن في الوقت ذاته لا يريد استثمارا عسكريا متزايدا لأمريكا في المنطقة بمعنى وجود أمريكي متزايد يفضل أن يترك روسيا وإيران تتصرفا إلى حد كبير في سوريا مما يثير الكثير من المخاوف في أمريكا وفي إسرائيل وهو غير متحمس يالى تعزيز القدرات العسكرية الأمريكية في العراق الجنرال مكماستر ومسؤولون أخر وآخرون في الإدارة قد يقبلون ذلك ولكن الرئيس هو لديه توجهان متناقضان يريد المزيد من الصرامة ضد إيران وفي الوقت ذاته لا يريد أن تستثمر أمريكا عسكريا ويصعب جدا أن نكيف هذين الموقفين ضمن استراتيجية متماسكة هذه هي المشكلة الأساسية الآن في إدارة الرئيسة لكن ثم تمنير أن الاستثمار العسكري لتطبيق هذه الاستراتيجية سيعني الحرب هل خيار الحرب هو الأنسب بالنسبة إلى واشنطن لردع النفوذ الإيراني وبمعنى آخر هل ثم تسبيل آخر لردع إيران غير الحرب بالنسبة إلى واشنطن تبعا هناك طريقة غير الحرب بوضوح البعض في إطار النقاش الجاري في أمريكا يعتقد أن الحرب هي السبيل الوحيد وهذه الأصوات ترتفع أكثر وأكثر ولديها تأثير ضمن هذه الإدارة وهذا يعني من جهة أن الرئيس يتعاطف مع فكرة تعزيز الموقف الأمريكي وجعله أكثر صرامة تجاه إيران ولكن لا يريد أن يدفع السمن وأن يتحمل العواقب أعتقد أن الرئيس هو في ذهنه لم يقرر بعد كيف يجدر أن يتصرف الجنرال ماك ماستر مثلا تكلم عن فتح ما أقوم به إيران وكأنه يريد أن يبني قضية كما نقول دعما لتعزيز الموقف الأمريكي في المنطقة طبعا ربما تعزيز الوجود العسكري ممكن ولكن الحل لا يمكن دكتور حسن من نيمني لنربط هذه المسألة بما طرحه أيضا السيد عريب متعلق بما حصل في كاركوك هل كان أمام ماشطن خيار مثلا أن تواجه تقدم القوات العراقية والحجد الشعبي إلى كاركوك عسكريا لمنع هذه العودة للقوات العراقية في ظل أنها ترى أساسا أن السيد برزاني تمرد على رغبتها بعدم إجراء الاستفتاء هو لم يتمرد هو أصغى إلى ما أراد أن يصغي إليه من الرسائل المتضاربة التي تلقاها نعم قد تكون بنظر البعض قراءة خاطئة للرغبة الأمريكية ولكنها من جهة أخرى هناك ما يشير إلى أن كان هناك عدة إشارات توحي على أن الولايات المتحدة سوف تقف إلى جانب هذا الحليف الذي دفع ضريبة الدم لكن رسميا كانت الرسائل واضحة لا تجري لتفتاح فيها الاستفتاء الكثير أي أصبح التراجع صعبا أنا أتحدث عن ما سبق ذلك في المرحلة التي بنت وصولا إلى الاستفتاء الإشارات إلى التأييد المبدئي لما هناك ما سمح بقراءة خاطئة هناك من يقول هي كانت قراءة خاطئة من جانب البرزاني ومن جانب أربيلو لكنها من سمح بذلك وتماما لغياب الوضوح في الرؤية الأمريكية لكيفية الحل مع حدوث الحدث عندما تقع المشكلة لا يمكن هنا الحديث كيف تكون المعالجة المعالجة تكون باستباق الأحداث التي قد تقع لاحقا مثل آخر على هذا عندما نتحدث عن كشف ما تقوم به إيران فلنتحدث عن كشف ما تقوم به الولايات المتحدة هي مثلا قد اختارت قوات سوريا الديمقراطية وحدات حماية الشعب تحت هذا المسمى لتحرير الرقة وإذ بنا اليوم نسمع بأن الرقة سوف تكون جزء من المشروع الانفصالي حقيقة جزء من سوريا اللامركزية التي هي تفرض على الرقة من جانب قوات سوريا الديمقراطية إذن نتحدث هنا عن بذور خلاف عربي كردي ليس فقط في العراق إنما كذلك في سوريا نتيجة لغياب الرؤية أمريكيا ليس أن الولايات المتحدة قد خططت لهذه النتيجة ولكن عندما كانت تحذر من أن المسألة ليست في تحرير الرقة بل فيما يجري في الرقة بعد التحرير كان هناك صمت لأن الهدف المعلن هو القضاء على تنظيم الدولة الهدف المعلن الآخر هو تطويق إيران ولكن عندما يكون الهدف عندما لا ينظر إلى الهدف من خلال بناء الجزئيات التي توصل إلى الهدف نصبح أمام سياسة متخبطة وحقيقة الأمر نعم الرئيس ترامب ليس صاحب رؤية واضحة في هذا الشأن وفي شؤون أخرى كذلك ولكن هناك من في فريق عمله من هو صاحب رؤية واضحة والسؤال لهم لماذا غياب التفاصيل لماذا السماح بهذه الأمور لتنحدر إلى هذا المستوى الجواب قد يكون بأن هناك من الحرائق الكثير وإطفاء جميع هذه الحرائق ليس من قدرة هذا الفريق الصغير الذي هو محاصر إلى حد ما طبعا موضوع الرقة سيكون لنا عودة إليه لأن البعض يطرح احتمال أن تضغط واشنطن على المقاطلين الأكراد للانسحاب من هناك ومنعهم من فرض الرؤية التي تحدثت عنها التي أعلنت اليوم من قبل القوات السورية الديمقراطية عن لا مركزية ضمن سوريا موحدة لكن دعنا نعود فقط إلى موضوع كاركوك والدور الأمريكي هل كان فعلا ينتظر مثلا الأكراد أن يكون لا نقول الأكراد بالمطلق الآن لأن جزءا من العملية وفق مقال السيد البرزاني أن حزب الاتحاد الديمقراطية وبعض قياداته ساهم في هذا الموضوع لخلافات كردية كردية لكن هل كان ينتظر أن يكون لواشنطن تحرك عسكري في ظل وجود جنود لها هناك في ظل احتمال تهديد هؤلاء الجنود انخرطوا في حرب لا بالتأكيد ليس هناك عندما ليس هناك من ضرورة لتحرك عسكري لأن الحديث عن أن الحالفين الرئيسيين للولايات المتحدة في المنطقة ككل الحكومة العراقية وقليم كردستان يتواجهان في معركة هذا فشل الأمريكي مسبق هنا المسألة لا تصبح هل ننخرط أم لا بمجرد هذا الصدام نحن أمام فشل أمريكي وبالتالي المسألة تصبح هنا كيفية معالجة هذا الفشل بعد أن حصل وكيفية تفادي فشل من هذا النوع أن يتكرر وهو ما يبدو بأننا سائلون ربما من انتظر الدور الأمريكي العسكري كان يربط الأمر بأنه ليس الحكومة العراقية بنسبة إليه من يذهب إنما إيران بمعنى أو بآخر الحكومة العراقية هي التي ذهبت رسميا لا تستطيع الولايات المتحدة أن تواجه الحكومة العراقية حكومة بغداد حقيقة الأمر المسألة هنا مجددا ليست في المعالجة المدانية إنما في الرؤية السياسية نعم دانيال بنيم طلاقا من هذا النقاش في تقديرك الخيارات الأمريكية لمنع أن تكسب إيران مزيدا من النفوذ مثلا في العراق وفي سوريا ما هي الآن أعتقد أن السؤال ممتاز أعتقد أيضا أنه على مستوى أساسي لا بد أن يكون لأمريكا توقعات منطقية حول مستقبل العراق وما سيقول إليه أما أن تطلب أمريكا من العراق أن يختار بين حليفين إيران وأمريكا وأمريكا بعيدة عن العراق أميالا عديدة وإيران جار فهذا صعب يمكننا نحن أن نقدم للعراق أمور لا يمكن لإيران أن تقدمها كالتدريب المتطور للجيش ونعرف أيضا أن المناطق السونية لم تكن تثق بالجيش العراقي ولكن نحن يمكننا أن نجمع الدول السونية في الانتقال لدعم العراق ويمكننا أن نعزز أيضا المؤسسات العراقية أما استراتيجية إيران فهي تكون بدعم مجموعاتها كحزب الله وخلق دولة ضمن الدولة وإفراغ المؤسسات الشرعية من معناها نحن يمكننا أن نساعد في بناء دولة متعددة الإثنيات ومتعددة التوائف وتعزيزه وعندما يكون عندها مشكلة لدى العراق لن يتوجه فقط إلى إيران أو السليماني بل أيضا إلى السعودية وأنقرة وأمريكا وأماكن أخرى ولكن أن نقول إنه لا يمكن أن تكون إيران موجودة في العراق هذا ما لم نراه منذ ستة ألاف سنة ولا يمكن أن نحاول اليوم برأيك واشنطن ستبقى داعم لسيد العبادي رئيسا للوزراء بدعم عربي في محاولة لتقليص النفوذ الإيراني هل هو ريهان في محاله؟ أعتقد أن العبادي كانت مقاربته منطقية ذكرني بالرئيس أوباما وأنا معجب به بمعنى أنه تعاطى مع وضع معقد للغاية وسمح لغريمه السياسي البرزاني ليتخذ خطوات تتخطى ما كان المجتمع الدولي مستعدا لدعمه ثم جمع البرهين وبنى قضية وتوجه إلى الشركاء في المنطقة وإلى أمريكا وإلى الأكراد الآخرين في البيوكي وقال لنبني تحالفا سياسيا وأنا سأتصرف عسكريا ولكن ضمن خطة عسكرية وطنية لن أفعل ما فعله المالكي بمعنى أن أهجم ثم أطلب السماح بل سأعمل بشكل وثيق معكم ونحن لن نطلق رصاصة واحدة وسنتعامل بطريقة لائقة مع الأكراد على الأرض وهذه استراتيجية كانت ناجحة رغم أننا لا نرحب بما فعل بالضرورة إلى الأكراد ولكنه تصرف بطريقة جيدة نتابع هذا النقاش وهذا الحوار بعد هذا الفاصل نكون معكم مشاهدين بعد قليل والمزيد في الجهات الأربعة من واشنطن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 نتابع مشاهدين هذه الحلقة من الجهات الأربع من واشنطن إذن تطورات عديدة متعلقة أيضا وأساسا بملف الأكراد في المنطقة ما بين الأكراد في سوريا والأكراد في العراق تساؤلات عن الاستراتيجية الأمريكية حيالهم بين اتهامات لواشنطن بالتخلي عنهم في العراق واحتمال التخلي عنهم في سوريا ثمت ربما من آخرين تأكدات بأن واشنطن إنما تراهن على حلفاء محليين يستطيعون تطبيق الرؤية الأمريكية أو الاستراتيجية الأمريكية تحديدا في مجال مكافحة الإرهاب لنطلع على ما كتب دايفيد أغناتيوس في الواشنطن بوست متحدثا عن النصر على داعش في الرقة والذي يعزوه إلى القوى العسكرية الأمريكية والشركاء الميدانيين يقول إن انتصار التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة على داعش في الرقة هو دليل على استراتيجية أوباما ترامب كما يسميها وعلى القوى العسكرية الصاحقة للولايات المتحدة لكن حل القضايا الأساسية التي أدت إلى داعش لا يزال يبدو خارج قدرات القوى الدولية القبرى برأي الكاتب الذي يوضيف أنه شاهد في العراق وسوريا حلفاء محليين ملتزمين وفي طلعاتهم الأكراد وهذا التحالف بين القوى العسكرية الأمريكية والمنتفوقة والشركاء على الأرض صنع النصر برأي الكاتب الذي يختم قائلا بأن أوباما لم يكن يملك استراتيجية لما بعد داعش وليس لدى ترامب رؤية للحكم هناك وهذا لن يحل مشكلة ظهور داعش في الأساس سيد عريب رنتاوي في عمان في تقديرك إلى أي مدى ستساعد مسألة التخلص من داعش أو إسقاط الخلافة يعني نموذج الخلافة الذي كان قائما سواء في الموصل أو في الرقة تلاشى انهار تداعى إلى أي مدى برأيك هذا سيساهم في بلورة الصورة الأمريكية أكثر بلورة الاستراتيجية الأمريكية أكثر في تحديد كيف تتعامل مع الحلفاء على الأرض بعدما تنتهي المهمة نتحدث تحديدا عن الأكراد بعد معركة الرقة يعني يهيأ لي أن الاستراتيجية الوحيدة المعروفة لدينا الأمريكية الاستراتيجية الأمريكية الوحيدة المعروفة لدينا هي استراتيجية إبقاء كافة هذه الأزمات مفتوحة إدارة الأزمات وليس حلها الولايات المتحدة لم تتمكن من حل أي أزمة من أزمات هذه المنطقة بما فيها تلك الأزمات المندلعة بين أقرب حلفائها إليها خذ على سبيل المثال الأزمة الخليجية إذ لا يصدق عاقل أبدا أن الولايات المتحدة غير قادرة على حل الأزمة بين قطر وكل من السعودية والإمارات في هذا المجال خذ على سبيل الأزمة بين بغداد رغم التحفظ على اعتبار حكومة العبادة حكومة حليفة للولايات المتحدة أعتقد أن هذا التحالف مفخخ بنفوذ إيراني قوي وقوي جدا في أوساط هذه الحكومة والمؤسسات والأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة لها ولكن دعنا نقول الحكومة العراقية وحكومة أربيل انظر على سبيل المثال اللعبة المزدوجة التي لعبتها واشنطن مع أكراد العراق وهي تتكرر الآن في الرقة بالمناسبة واليوم بالذات بدأ الخلاف بين المكون العربي والمكون التركي الكردي إثر التصريحات التي أدلى بها طلال سيلو اليوم بضم الرقة إلى اللامركزية والفدرالية السورية خرجت أصوات من داخل العشائر ومن القوات المسلحة العربية في سوريا التي تقاتل إلى جانب الأكراد بأن الرقة ليس لها علاقة بالفدرالية وأنها تدير نفسها بنفسها في مرحلة انتقالية برأيك واشنطن هل ستتمكن من أن ترغب في أن ترغب في أن ترغب دورا ما لمنع هذا التوجه لأن تكون الرقة جزءا من حكم لا مركزي للأكراد في سوريا هل واشطن برأيك ستسعى إلى أيضا دفع بالمقاطرين الأكراد للخروج من المناطق العربية تجنبا لاقتطال عربي كردي ربما قد أيضا يصطبق باقتطال عربي كردي في العراق ليس واضح حتى الآن في الحقيقة كيف ستتصرف واشنطن في هذا المجال رأينا الوزير السعودي تامير السبهان يجول في مدينة الرقة بعد طرد داعش منها هذا بعث برسالة عنيفة جدا لأنقرة وأعتقد أن أزمة كبرى ستندلع مرة أخرى في أوساط حلفاء واشنطن في هذا المنطقة بين بعض الدول الخليجية وبين تركيا وأنت تذكر أن إقليم كورستان لقي دعما في موضوع الاستفتاء من بعض أقرب حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة مشكلة الولايات المتحدة بحلفائها وليست بخصومها في هذا المجال ولذلك هي تتخبط هنا وتتخبط هناك ومن يقطف ثمار هذا التخبط الأمريكي وهذا النزاع المفتوح وهذه الأزمات المفتوحة التي لا أفق لحلها حتى الآن على الأقل من يستفيد منها ومن يبني نفوذا على إثرها هو خصوم الولايات المتحدة في المنطقة وأعني بذلك إيران وحلفائها في هذا المجال لذلك في الحقيقة لست متفائلا كثيرا بحسن الأداء في الرقة وكما قلنا بعد خلاص داعش من العراق أن موجة جديدة من الصراعات ستندلع في هذا البلد بعد الرقة هناك موجة جديدة من الصراعات ستندلع في الجزء الشمالي الشرقي من سوريا وستكون تركيا لاعب رئيس صورة سامر السبهام تحت صورة عبدالله أجلان في الرقة هذه رسالة لا يمكن أن تقبون مقبولة لتركيا بكل حال الأحوال وإذا كانت تركيا قد أبدت بعض التفهم لإقليم كردستان العراقي بوضعية شبه الدولة قبل الاستفداء فهي لن تتسامح مع وضعية مماثلة لكرد سوريا ولذلك نحن مقبلون على موجة جديدة من التصعيد والمواجهات أغلبها سيكون بين حلفاء الولايات المتحدة وليس بين هؤلاء الحلفاء من جهة وخصوم الولايات المتحدة من جهة ثانية سيد ديريك شوليه هذه الصورة للوزير السعودي ثامر السبهان كان برفقة المبعوث الأمريكي لدى التحالف الدولي سيد مكورغ البعض ربط الأمور برسائل سعودية أمريكية لكل له أهدافها منها ربما في مواجهة حلف ضرورة بدأ ينشأ أو نشأ عمليا بين تركيا وإيران وروسيا على خلفية الاستفداء الكردية على خلفية مرحلة مقبلة في سوريا لكن عمليا ما الرسالة الأمريكية لنقل من مرافقة وزير سعودي إلى ريف الرقة في ظل هذه التعقيدات التي نتحدث عنها أعتقد أنه بالنسبة لأمريكا أساسا والسبب الذي أدى ببريت مكورغ للقيام بهذه الزيارة مع مسؤول سعودي كبير هو أن أمريكا تريد أن تظهر أن بعد نهاية الحملة الأمريكية المنطقة والعالم سيكونان هنا في هذه المنطقة المدمرة والتي تحتاج إلى عدة إعمار لنعود خطوة إلى الوراء ونفكر بحملة القضاء على داعش التي أطلقها الرئيس أوباما وكنا أنا وزميلي نخدم في الإدارة في حينها والرئيس أوباما تكلم عن استراتيجية تحتاج سنوات ثلاث وكان هناك انتقاد حول طول هذه الاستراتيجية ولكن كان هذا التقييم شبه كما قيل عنه ولكن نحن كنا ندرك أنه يمكننا أن نستعمل القوى الأمريكية عبر شركائنا على الأرض أو عبر القوات الأمريكية الجوية ونافوز ولكن فيما يتعلق بإعادة الإعمار والبناء الأمر مختلف وكما أشار الزميل من عمام المشكلة هي مع الشركاء وحدنا كل الشركاء لنحارب داعش ولكن الآن وقد تم القضاء إلى حد على داعش فالسؤال هو ما الذي سيحصل ما سيحصل أن كل هذه التوترات وكل هذه المواجهات ستظهر على الفطح نعم أسألك في هذا السياق وقد ذكرت عملك في إدارة أوباما وتوقع رئيس أوباما أو تقديره حين ذلك مدة الثلاث سنوات البعض يقول الآن أنه قد يكون أصابة فعلا في جانب العسكري من هذا التقدير ولكن عمليا لم تضع إدارة أوباما أي خطة لما بعد إنهاء هذه الثلاث سنوات حتى أننا نتحدث اليوم عن أن المستفيد الأول من كل ما حدث هو إيران إلى أي مدى هنا إدارة أوباما تتحمل مسؤولية في وصول الأمور إلى ما وصلت إليه وإلى عدم وضع تصور واضح لكيفية معالجة الأصص التي أدت إلى إنشاء داعش بشكل يمنع استفادة أطراف إقليمية ضد المصالح الإيرانية منها من دون شك إدارة الرئيس أوباما عانت لإيجاد جواب لهذه التوترات والمواجهات والغرانات المختلفة في المنطقة كذلك لم يكن إدارة الرئيس بوش جواب وكذلك بنسبة لإدارة الرئيس أوباما بعض العناصر ستكون أساسية الموارد المالية ضرورية على وجه الخصوص وهو السبب الأساس الذي أدى بالوزير السعودي بأن يصاحب السيد ماجورك لتستثمر المملكة العربية السعودية في عادة إعمار سوريا واستمرار انخراط أمريكا سيكون أساسيا لدى أمريكا قدرة على الضغط على الأكراد لأنهم من دون دعمنا لم وصلوا إلى ما وصلوا إليه اليوم وبالتالي مع انتهاء الحملة العسكرية لا يمكن لأمريكا أن تنسحب علينا أن نستمر بالريادة ولكن لا نعرف إن كانت هذه الإدارة ملتزمة لتظهر هذا النوع من القيادة والريادة في المنطقة دكتور حسن نيمني حينما يتحدث أكراد لنقول كل الأكراد أو ربما كلهم في هذه الفترة عن تخل أمريكي عنهم هل هم محقون؟ سواء فيما يتعلق بالفصائل الكردية أو فيما يتعلق بالمنطقة ككل علينا أن نقيم الدور الأمريكي على أساس التقصير والقصور هناك تقصير أمريكي دون شك عائد إلى هو جزء من انسحاب حتى من دور الشلطي في العالم تخفيض الاستثمارات الأمريكية أي عدم الرغبة في تقصيص موارد لمسائل مختلفة هناك تقصير أمريكي دون شك ولكن علينا أن لا ننسى بأن هناك كذلك قصور أمريكي وأقصد بالقصور عدم القدرة على إدراك التبعات حتى عندما تحدثت حكومة أوباما واليون تتحدث حكومة ترامب عن معالجة المرحلة التالية ننظر إلى ما يقصدون بمعالجة المرحلة التالية ونرى بأنه اختزال تبسيط تسطيح تسخيف لما يجري في المنطقة ولا علاقة له فعليا بالمشاكل الواقعة على الأرض وعندما يكون هناك تطرق العلاج هذا العلاج على أساس الرؤية القاصرة ابتداء إذن لا نستطيع القول بأنه من حيث النية الولايات المتحدة قد تخلت عن أربيل لأن هناك لابد لنا من التمييز بين العلاقة الفعلية القائمة على التاريخ وعلى التواصل المستمر مع أربيل وعلى العلاقة التعاقدية مع الفصائل الكردية في سوريا الفصائل الكردية في سوريا لا تستطيع أن تدمج الموضوع الكردي لأن الالتزام الأخلاقي الأمريكي تجاه كردستان وعراق مختلف عن العلاقة التجارية تقريبا نعطيكم سلاح تحررون تستفيدون ولكن ليس هناك علاقة طويلة الأمد وعلى هذا الأساس تم اطمعنا التركيا هذه نقطة مهمة تعبير العلاقة التعاقدية هناك علاقة حينما تنتهي المهمة انتهت المهمة انتهت المهمة كيف ستمنع واشتن استثمار أكراد سوريا مثلا لهذا الدور لا شك بأن العلاقات الميدانية بين الفصائل بين قوات سوريا الديمقراطية أي وحدات حماية الشعب تحت هذا المسمى والقوات الأمريكية الموجودة العلاقة الميدانية قد تمتنت ولكن لا نستطيع الانتقال من العلاقة الميدانية إلى الرؤية السياسية ونفترض بأن هذا هذه وتلك هي واحدة على المستوى السياسي ليس هناك التزام لا من حيث الرؤية ولا من حيث استراتيجية ولا من حيث الأخلاق تجاه أي شيء يسمى القضية الكردية في سوريا ليس هناك قضية كردية في سوريا هناك فصائل في سوريا لها رغبة معينة لإقامة أمر معين هذا طموح عقائدي ولكنه مختلف تماما عن النظرة إلى كردستان العراق إذا نستطيع أن نتهم الولايات المتحدة بأنها أخرى الأكراد أنفسهم لديهم رؤية مختلفة بين السوريا والعراق طبعا على إحال مشروع كردستان العراق هو مشروع وطني كردستاني بينما مشروع روجفا هو مشروع قوموي ثوروي حقيقة داخل في اعتبارات ربما هي من مخلفات القرض الماضي لكن لا ينادي بالانفصال هو ينادي فعليا بالانفصال هذا الحديث عن الفيدرالية في ظل دولة منهارة الفيدرالية تكون عندما يتوافق النظام الاتحادي يكون عندما يتوافق مجموع الشعب على رؤية معينة أما عندما يستولي طرف على أرض معينة وليست له ابتداء لم تكن على خرائطه الوهمية أساسا خرائط كردستان الكبرى التي توسعت لم تكن تشمله الرقة أصبحت اليوم الرقة لأنها مكسب عسكري جزء من هذه الرؤية علينا هنا هذه كلها اعتبارات هي تحت السطح فيما يتعلق بالولايات المتحدة لا قراءة لها لهذه الاعتبارات وبالتالي هنا القصور سنتابع بعد الفاصل الأخير بدقائق أخيرة مع ضيوفنا تابعونا مشاهدين بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذا هو احد التحديات الاساسية بعد اليوم لم يكن لدينا سياسة متماسكة طبعا هناك اكثر من رئيس كل رئيس لديه سياسته وبعض الشركاء يتساءلون كم ستبقى امريكا مثلا معنا او هل ستتخلى عنها في بغداد سمعت ذلك قالوا انتم الى جانبنا لمحاربة داعش ولكن بعد الان هذا يعني ان هناك حاجة الى التواصل والى ان تقوم ادارة الرئيس ترامب بالكلام عن استراتيجيتها وهي تردتت في فعل ذلك حتى اليوم لان هذه الادارة تحب المفاجآت ولكن يجب ان تفسر الادارة نواياها ليفهم الشركاء ما هو المستقبل اما فيما يتعلق مثلا بروسيا هناك دول في الشرق الاوسط تحتاج الى كل الدعم والمساعدة من اينما اتى ولا يمكن لامريكا ان تعارض قيام بعض الدول بالعمل مع دول اخرى ولكن كل هذه الدول المملكة العربية السعودية تركيا ايران روسيا هل يمكنها جميعا العمل سوية للتواصل الى استقرار على الارض او سيستمر بالمواجهة احد العراقيين يتكلم عن التوتر بين ايران وامريكا قال عندما يتقاتل الفيلة يختفي العشب وبالتالي هل يمكن لكل القوات الاقليمية ان تعمل مع بعضها البعض من دون ان تدمر بعضها البعض على امريكا برأيي اتمنى ان تتواصل مع الشركاء على الارض ومع الشركاء الاقليميين احيانا بمن فيهم ايران نعم بمن فيهم ايران ليس بمعنى الشراك يعني هو تعاون اضطراري بهذا المعنى هذا قد يقول بعض انه تكرار لاخطاء سابق طبعا لا ايران خصم وليس حليفا ولكن احيانا هناك مصالح مشتركة مثلا فيما يتعلق بالاستقرار في العراق والقضاء على داعش وعلينا ان نتأكد انه يمكننا ان نفسر بوضوح ما هي نويانا حول ما يمكن ان نتقبله من ايران وما نريد ان ننجز ايضا وما يقلقني الان ان هذه الرسالة هذا التواصل غير موجود نعم سيد عريب رنتاوي باختصار لو سمحت هذه النقطة الاخيرة يعني ان الاقتراح ان تتعاون واشطم مع طهران بحكم الضرورة او الاضطرار للاستقرار في العراق وفي محاربة الارهاب في تقديرك هل هي بمعنى اخر قد تؤدي ربما الى تمكين ايران اكثر فاكثر اعتقد نحن بحاجة لمقاربة اكثر تعقيدا من الاكتفاء بفتح قنوات التواصل مع طهران مهم هذا لا شك وكان المفروض بعد الاتفاق النووي ان ندخل في مرحلة جديدة من الحوار ومن التواصل بين الاطراف اللاعبة في هذا المجال دعني اشير الى ان التعاون مع روسيا ايضا ضروري في سوريا على وجه التحديد بدون روسيا ما في حل ابدا للازمة السورية لذلك اعتقد ان الولايات المتحدة بحاجة لمقاربة اولا يعني تبلغ العالم ماذا تريد ماذا تريد بالضبط في هذه المنطقة ولا تكتفي بادارة هذه الالعيب والسياسات المزدوجة وارسال الرسائل المتناقضة هنا وهناك وان تكف عن هذه اللغة المتغطرصة اللغة العصر الغليظة التي يستخدمها الرئيس دونالد ترامب مع خصومه في هذا المجال وان نشرع في الحقيقة في تفعيل المسارات السياسية سواء مسار بناء الأنظمة أنظمة ما بعد داعش وبعض يرى ان اللغة الناعمة ايضا مكنت ايران يعني التعاون الدولي في هذه المنطقة عفوا ثم يرى ان اللغة الناعمة تجاه ايران من الادارة السابقة ومكنتها اكثر في المنطقة تعليق سريع يا سيد ايران موجودة في هذه المنطقة ولن تستطيع الولايات المتحدة انتزاعها من هذه المنطقة واعتقد ان ايران بنت بيوت كثيرة سواء في سوريا او في العراق والولايات المتحدة بوجود ربع مليون جندي لم تستطع ان تفرض ما تريد في العراق فكيف ببضعة الاف من الجنود اعتقد ان الحوار والدبلوماسية والاتصال والقنوات السياسية هي التي يمكن ان تخرج هذه المنطقة من ويلات الحروب المتناسلة التي دفعت اثمانها باهضا لكن السؤال هل تريد واشنطن ذلك ام هي تريد ادارة هذه الازمات وابقائها مفتوحة لابتزاز كل الاطراف لتحقيق اغراض متعددة في هذا المجال بدءا بالازمة الخليجية وانتهاء بالازمة اللبنانية مرورا بسوريا ولبنان سيد ديريك شولي بدقيقة لو سمح دقيقة ونصف تعتقد ان خيار اعادة الانفتاح على ايران يمكن ان نشهده في عهد رئيس ترامب ام انه غير ممكن اعتقد ان ذلك غير محتمل الى حد كبير طبعا الوزير تيلرسون التقى منذ بضعة اسابيع في اجتماع مع وزير الخارجية الايراني كان هذا تفاعل الاول يصعب ان نرى رئيس ترامب مستعدا لفتح قنوات ديبلوماسية ذات جدوى مع ايران ولكن لا يمكننا ان نجزم ان ذلك مستحيل الهدف من الاستراتيجية في هذا المجال هو ادارة المشاكل لو كان بامكاننا نجد حلا سحريا لحل هذه المشاكل لا اعتمدته امريكا ولكن التحديات صعبة وليس من خيار ملائم وهذه الادارة ربما غير مستعدة لتكريس الوقت والموارد لفعل المزيد لان الخيارات غير متوفرة ويبدو انهم استسلموا لهذا الوضع انتر حسن منيمن انت من القوالين انه كان بانكان ادارة اوباما ان تحول دون ذلك منذ بدايات الازمة السورية لكن الان نتحدث عن امر واقع هل ترى سبيلا لدرء الخسائر ان صح التعبير في مدى النفوذ الامريكي في المنطقة وقال امر بان ما كانت عليه حكومة اوباما من قصور تحديدا ازاء المنطقة اي انها لم يكن لديها القدرات حتى الفكرية لمعالجة مشاكل المنطقة فاتفت بالتعميمات هذا بالمقارنة ما نحن عليه اليوم من عدم التعيينات من جهة ومن الالتزام بسياسات قطعية وهمية من جهة اخرى للأسف لا ينبئ بالخير اي ان الولايات المتحدة اليوم هي في وضع اسوأ مما كانت عليه حكومة اوباما حكومة اوباما لو رأت الرؤية بعيدة المدرأة لا ادركت بان الاستثمار الكبير في وقت ما كان ليجنب خسائر ليس فقط للمنطقة ولكن للولايات المتحدة باضعاف مضاعفة من هذا الاستثمار وهذا الامر قد تكرر مرارا خلال تلك الفترة ونحن اليوم في حالة بانه ليس هناك رغبة بالانخراط ولكن الواقع بان ازمات المنطقة ما لم تعالج سوف تدفع الولايات المتحدة ثمنا باهضا لها وبالتالي من الأفضل تغيير الذهنية القائلة بان نستطيع التنصل من هذه الازمات شكرا جزيلا لك الدكتور حسن النيمني الباحث في معهد الشرق الاوسط في واشنطن شكرا سيد ديريك شولين مدير مؤسسة جرميل مارشل في واشنطن شكرا سيد دانيل البنايم كبير الباحثين في مركز تقدم الأمريكي ومن عمان أشكول سيد عريب رنتاوي مدير مركز القدس للدراسات السياسية شكرا لكم مشاهدين لمتابعة هذه الحلقة من الجهات الأربع من واشنطن وإلى اللقاء في حلقات مقبلة والمزيد في شأن السياسة الخارجية الأمريكية حيال ملفات المنطقة ترجمة نانسي قنقر